أولت مملكة البحرين اهتماما كبيرا خاصا في حماية البيئة ومواردها ونظمها ونظامها في الحفاظ على التنوع الحيوي وسط تشريعات وإجراءات تنفيذية فاعلة وذلك لضمان استمرارية التوازن الطبيعي واستدامته وقد عكس هذا الاهتمام الركيزة الأساسية في المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها جلالة الملك المفدى للسعي للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية مستعينة بذلك بالوسائل الحديثة والمتطورة تستمر جهود مملكة البحرين في الالتزام بشأن التحديات البيئية والمناخية التي عززت من إنجازاتها الرائدة في حماية البيئة واستدامة التنمية وسط منظمة وطنية متكاملة لحماية الموارد الطبيعية وتعد حماية البيئة ركيزة أساسية في المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها جلالة الملك المفدى وبمتابعة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030 ومبادئها المرتكزة على الاستدامة والتنافسية والعدالة هذه المنظومة الوطنية المتكاملة في الحفاظ على البيئة بكل صورها حققت التقدم الملحوظ على مر السنين بشأن التزامها تجاه أهداف الأمم المتحدة لتواصل بذلك دعمها في نشر الوعي البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية وسط تشريعات وإجراءات تنفيذية فاعلة لدعم التنمية المستدامة جملة من الجهود صبت في عمل مستمر ودعوب لمملكة البحرين في الوصول لأفضل نتائج الاستدامة واشتراطاتها الدولية التي ستجعلها في مصاف الدول المتقدمة من باب حرصها على تنفيذ المشاريع التنموية فقد جاء إنشاء المجلس لعلى للبيئة عام 2012 والذي أولى بدوره الاهتمام الكبير في المحافظة على البيئة وتنسيق الجهود الوطنية لاستعادة النظام الإيكولوجي على أكمل وجه إذ قام بدمج أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن خطط الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية إضافة إلى دعم كافة الجهود الدولية التي تعنى بالتعامل مع التحديات البيئية والأزمة المناخية وتعمل هيئة الطاقة المستدامة على تعزيز الاستفادة من الطاقة المتجددة وتنفيذ عدد من البدرات المدرجة في الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة إلى جانب إنجاز عدة مشاريع رائدة لجعل مملكة البحرين مركزاً للتميز في مجالات الطاقة المتجددة ومثالاً يحتذا به في تحقيق التنمية المستدامة وغير عكس هذا الالتزام إيمان مملكة البحرين بمبادئ التعاون الدولي والحرص على مساندة المبادرات كافة التي ترمي إلى تعزيز الاستغرار والسلام في ربوع العالم طلع نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر